وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارتها وقصفها على عدة مناطق في غزة لليوم التاسع والسبعين هذا وقفتت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 166 فلسطينيا في الأقل في قطاع غزة خلال 24 ساعة ما يرفع إجمالي عدد الشهداء إلى 2424 شهيدا وذلك منذ 7 من أكتوبر وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال تستهدف بطائراتها الحربية وقذائف مدفعيتها تستهدف المنازل في بلدة جبالية مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة الرافعي واعتقلت عدد من الشبان وأخرجت النساء بقوة السلاح وسط إطلاق كثيف للنار ما بين مباني مهدمة ورقام وحطام وبقايا حياة ينتقل رجال الدفاع المدني الفلسطيني من شارع إلى آخر ومن مبنى إلى مبنى شمال قطاع غزة بحثا عن جثث الشهداء تحت أنقاض القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ نحو 11 أسبوعا وبينما تصاعد إسرائيل من العمليات العسكرية لانتزاع السيطرة الكاملة على شمال القطاع يعكس المشهد في مخيم جبالية للاجئين الخطر المميت الذي يشكله القصف الجوي والغارات المتواصلة على المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ وفي لقطات نشرها الدفاع المدني الفلسطيني يظهر عامل يحفر بيده في محاولة لانتشال جثة محترقة على ما يبدو من تحت الأنقاض وسط مئات من الأهالي يبحثون عن أمتعتهم بين حطام منازلهم المدمرة بصورة يومية مشاهد مأساوية تزامنت مع تصريحات مسؤولين أمريكيين تتوقع تحويل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في غزة إلى مرحلة أقل كثافة لتركز بشكل أكثر استهدافا على قيادة حركة حماس وبنياتها التحتية بينما تشير الأحداث الميدانية إلى استمرار القصف الإسرائيلي لمنشآت سكنية وحيوية في الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع الساحلي الصغير وفي الوقت ذاته تعيش مدينة رفح على الحدود الجنوبية لقطاع غزة أجواء مماثلة مع توالي الضربات الجوية الإسرائيلية بما ينذر باتساع رقعة العدوان على الأراضي المحتلة ومضاعفة معاناة الشعب الفلسطيني ميدانيا وإنسانيا